نحن اليوم الواحد مننا يعيش 60 سنة أو 70 أو 100 سنة لكن كيف يمكن الإنسان يعيش عمر طويل؟ الإنسان البسيط لما يسمع فكرة الوقف يظن أن هذه فكرة متعلقة فقط بالحكومات أو بالتجار الكبار فكرة الوقف يمكن الإنسان أن يجمعها على ريالات قليلة قليلة أو يمكن أن يتفق فيها مجموعة من الأشخاص 100 شخص أو 200 شخص يجمع كل واحد مبلغ ويجمعه مبلغ كفاية يعمل وقف فائدة الوقف أنها تجارة مستمرة تخيل أنك لو أوقفت شيء في مسجد كم إنسان سيدخل هذا المسجد خلال 100 سنة أو 200 سنة؟ لو أوقفت في مدرسة كم طالب حيدرس في هذه المدرسة؟ وكم واحد حيتخرج من المدرسة يعلم ناس وينفع المجتمع وينفع الأمة؟ شيء ما يمكن الإنسان أن يحسبه أبداً تشعبات المنافع المترتبة على الصدق الجارية وعلى الوقف لهذا كان الوقف فعلاً مشروع حياة يحتاج الإنسان يفكر فيه من أول أيام شبابه ما الذي سيصنعه لتستمر له الأجور حتى في قبره وهي تدخل عليه وتعود بالمنفع على أمته إن شاء الله تعالى الوقف عمر فوق عمرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر